حدث اتصال بينه وبين المهندس يحيى الكومي وكان الموضوع أهمية إيجاد عوامل تحفيزية للاعب النادي الإسماعيلي حاليا يبقى رقم واحد إزاي يبقى فيه تحفيز وفيه بث روح جديدة لللاعب لأن اللاعب هو الأساس في المنظومة دي كلها هو اللي بينزل الملعب وهو اللي بيكسب وهو اللي بيخسر يعني هو الحسان اللي قدام اللي داخل المستطيل اللي أخضر فبالتالي لابد من أن أنا أبتدي أفكر إزاي أحفز هذا اللاعب وارفع من طموحاته وأرفع من روحه المعنوية فتناقشنا على أساس أي الشخصيات لديها القدرة على أنها توجد هذا الإسلوب فأنا قلت له حقيقة وجهة نظري أن على المدى البعيد ممكن تفكر فيه وجود استراتيجية جديدة للنادي الإسماعيلي بوجود عين خبيرة أجنبية تكون منطقة وبالتالي يقدر يتعامل مع مسيرة النادي الإسماعيلي ونبعد عن المشكلة اللي فيها النادي الإسماعيلي بقاله 3-4 سنين حتى الآن ويتعامل وبجدية بأسلوب جديد من خلال تجربة نجم أو تجربة المدرب المساعد وأنا بعتبره نجم حقيقة حمد إبراهيم كابتن حمد إبراهيم اللي النادي الإسماعيلي اتفق معه حالياً لكي يصبح المدير الفني للنادي الإسماعيلي مش مدرب مساعد نقلة كبيرة جداً ولكنه يعني في دصوري يستحق أن احنا نعطيه الفرصة ويستحق أن احنا نقف معه ويستحق أن احنا نسنده ونشجعه كتجربة جديدة ليه والطموحاته أنه هو مدير فني لنادي كبير زي النادي الإسماعيلي في مرحلة سيئة جداً جداً وهو أخذ على عاطقه أن يتحمل المسئولية ويبتدي يتعامل مع النادي الإسماعيلي بروح جديدة طيب أنا مش هلاقي حد يعني حقيقة في الوسط حالياً بالنسبة لمجموعة المداربين اللي موجودين في الإسماعيلية مع احترام الشديد ليهم عنده المواصفات الشخصية والسمات الشخصية في قدرات يقدر يحفز فيها اللاعب ويرفع من طموحاته ويرفع من روح المعنوية التجربة قالت قبل كده أن حمد إبراهيم اللي كان مساعد مدرب في الفترة دي لما مسك الإسماعيلي السنة اللي فاتت والآن أصبح هو المدير الفني هو الرجل المناسب لهذه المرحلة وحقيقة أنا يعني مع المهندس سيحي الكومي أثناء الحوار معه وأثناء حدثنا تليفونياً دي كانت وجهة نظري أن رقم واحد إيجاد شخصية قيادية أو مدرب لديه سمات شخصية ولديها القدرة على بث الروح وعلى تحفيز اللاعبين وعلى رفع روحهم المعنوية وانتشالهم من المرحلة دي فاتفقنا على وجود هذه الشخصية من خلال مدرب مصري ليه تجربة سابقة مع النادي الإسماعيلي وهو الكابتن حمد إبراهيم لنا أتمناله كل التوفيق إن شاء الله ونتمناله النجاح في مباراة الجد ما احترمنا شديد جداً لكل أندية مصر لكن أنا الأمانة تقتضي أنا كأحد أبناء النادي الإسماعيلي فكان لازم أننا أتحدث في هذا الموضوع وعلى الأقل أقول للنادي الإسماعيلي كلنا معاكم وكلنا وراكم وكلنا بنساعدكم لأن الإسماعيلي بصرف النظر عن انتمائنا اسم كبير ونادي كبير فبالتالي عايزين نحافظ على هذه النوعية من الأندية الشعبية الجماهيرية ونساعدها لأن ده فيه ارتفاع المستوى وتطوير كرة القدم المصرية